السلام عليكم. عابليني. اتمنى يا رب تكونوا بخير. الفيديو عن توقعات برج الحمل لشهر مارس. يعني نجاب لكم شوية توقعات كويسة. او نجاب لكم يعني اللي قريطوا يعني عن برج الحمل توقعات خير يعني ان شاء الله. عندما انتم بقى بتحبوا فيديوهات التوقعات فابتديت اشتغل عليها شوية. شوية استغل عليكم. انا هتكلم في الجانبين. وبلخص ان امتبع يعني عارف ان انا ما يعني ما بطولش او بدخل في تفاصيل كتير. انا هتكلم في الجانب المهني والجانب العاطفي. في الملخص اللذيذ المفيد. يلا بقى نبدأ اشتغل عليكم. هبدأ بالجانب المهني. جانب المهني. هيكون في اخر اسبوعين في شهر مارس مستنيك ومستنيكي نجاح. يعني لحد ما نجاح كويس. ده بالنسبة اللي عمل. بس في حاجة زي ما مكتوب اني يعني هيكون في نجاح لمواليد برج الحمل. ان شاء الله نجاح لكل الناس. الله براك كلها مش برج الحمل بس. اه زي ما مكتوب ان هيكون في نجاح. مكتوب كمان اني مطلوب منك انك المفروض تغير طريقة تفكيرك في العمل. وطريقة تفكيرك في العمل. كلام موجه للشباب والشابات. فدي برضو حاجة خدت بالي منها. لكن ان شاء الله في اخر اسبوعين في شهر مارس هيكون في نجاح. يعني لحد ما نجاح اه هو مش مكتوب ان هو نجاح كبير بس مكتوب ان مستنيك نجاح ان شاء الله في عملك في اخر اسبوعين في شهر مارس. مش حاب برضو يعني اكد المفروض ان انت وده الطبيعي يعني ان انت لو شايف ان انت اه طريقة تفكيرك اه مش بتجيب لقدام او مش بتقدمك لقدام. حاول تراجع نفسك وانتي تراجع نفسك وانتي صورة تراجع نفسك علشان شوفه يمكن يكون فيه مشكلة عندك. او في الفكر ان انت تغير فكرك اه ممكن تلاقي نتيجة احسن. ان شاء الله اتمنى التوفيق للجميع. وهدخل في الجانب العاطفي. الجانب العاطفي بقى. الجانب العاطفي اه هيكون في تجارب اه كتير في خلال شهر مارس وده المكتوب حاجة غريبة بصراحة لمارتها. يعني ايه تجارب كتير مش فاهم دي. بس المفروض ان هيكون فيه تجارب كتير ارتباط في شهر مارس. دي بالنسبة للناس الغالبا يعني سينجلز او العزاب. فيا يعني اتمنى ان يكون تجارب نكحة يعني. يمكن يقصد التجارب كتير للمجموعة موليد البرج كلهم. ده تهياء يعني المعصود. ده غير انها برضو هتكون فترة حساسة لشهر مارس الى حد ما. دي برضو حاجة كنت خدت بالي منها. يعني الناس بقى خلي بالكم بقى في شهر مارس. اما بقى بالنسبة للمرتبطين. فبرضو الاريتو حاجة اقنعتني بالعقل. يعني هي حاجة فيها عقل بعيدة عن التوقعات. انهم لازم يفكروا بجدية في مستقبلهم. ويخططوا لمستقبلهم بجدية. يعني اللي هو كفاية اضيع وقت. ولازم يخططوا لمستقبلهم بجدية. ده للناس المرتبطة. وربنا ينهلهم ان شاء الله الارتباط ده بخير. ويجمحهم ان شاء الله. متى ان في خير ليهم يعني. ودي كانت اه يعني توقعات اه برج الحمل. وانتو عارفين زي ما انا دايما بقول دي توقعات. وارد ما يكون صح. وارد ما يكون غلط. وارد جدا انه يكون غلط. يعني بخير ما يعلمش بيه ربنا. بس اهو امل بنمشي عليه. ودينا بنسلم من داردش. اتمنى الفيديو يكون عجبكو. لو عجبك الفيديو او عجبك تسوش تعموني بلايك. ولو مش مشتركة او مشتركة. يا ريت تشتركوا عشان تشوفوا كل جديد من فيديوهات نوع. شكرا ويديكو. مع السلامة.